الثلاثون من حزيران يونيو القادم موعد جديد لإغلاق آخر ما تبقى من مخيمات النازحين داخل العراق قرار اتخذه مجلس الوزراء الاتحادي تشكلت بموجبه لجنة من وزارات الهجرة والمهجرين والتربية والصحة وممثلين عن حكومة إقليم كورنسان العراق للانتهاء من هذا الملف من جانبها أكلت وزارة الهجرة والمهجرين أنها بدأت فعليا بالخطوات الأولى في هذا الصدد وأنها تعول على تعاون حكومة الإقليم التي تستضيف نازحين يقيمون في 24 مخيما تتوزع بين محافظات دوهوك والسليمانية وأربيل للوزارة رؤية كاملة لهذا الملف ونحن على أتم استعداد لغلق قبل هذا الموعد لكن بشرط هناك تعاون كبير يجب أن يكون من حكومة الإقليم ولها أيضا إرادة حقيقية بإنهاء هذا الملف المواقف السياسية المعلنة في إقليم كورنسان العراق تشير إلى أن حكومة الإقليم مع غلق هذا الملف بعد أن تتم تهيئة الأرضية الملائمة لتشجيع النازحين على اتخاذ قرار طوعي بالعودة فيما يؤكد سياسيون كورد أن يعادة إعمار مناطق النازحين وتعويضهم فضلا عن توفير الأمن في تلك المناطق عوامل يمكنها ضمان عودة أمنة للنازحين الأقليم في كل بياناته والبيان الأخير للحكومة مع عودة النازحين لكن بدون الضغط عليهم هناك مناطق لا تزال تعبث بها المجموعات الإرهابية والمجموعات خارج القانون خصوصا المجموعات المسلحة ونموذج ذلك في منطقة السنجار ويقع اتفاق قبل سنتين بين حكومة بغداد وبين حكومة الأقليم على تطبيع الأوضاع داخل السنجار وإخراج كافة المجموعات وحتى مجموعات أجنبية في السنجار وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قرابة 33 ألف عائلة من محافظات نينوى وديالا وصلاح دين والأنبار لا زالوا يقيمون في 24 مخيما رسميا موزعا بين محافظات إقليم كرنسان العراق مغادرة هذه الخيام وطي صفحة النزوح حلم ظل يراود ساكني المخيمات منذ أكثر من تسعة أعوام يتمكنوا من العيش بسلام في مناطقهم الأصلية ضياء محمد الحرام أربيل